تتجه أنظار جماهير عشاق السحر المستديرة إلى استاذ القهر الدولي الذي يصطدف المباراة التي تجمع فريق الأهل ونظيره الزمالك غدا ضمن الجولة الرابعة عشر من الدور الممتاز ويقود المباراة الأهل المتصدر لجدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفرق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع في مباراة لا تعترف بالظروف والمعطيات ولا ترتيب الأملاقين بالجدول يواجه الأهل فريق الزمالك على استاذ القهر الدولي في الجولة الرابعة عشرة من الدور الممتاز دوافع كثيرة يمتلكها الزمالك قبل المباراة الهمة فالقلعة البيضاء تسعى لتحقيق الفوز وتقليل فارق النقاط مع الأهل المتصدر بالإضافة لمصالحة الجماهير بعد تراجع نتائج الفريق في المبارايات القليلة الماضية وتوديع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بركلات الترجيح أما على الجانب الآخر فيخوض الأهل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهل الفريق لنهاء الكأس بالإضافة لتصدر جدول الترتيب بـ 31 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع الفارس الأبيض خاض ثلاث عشرة مباراة حتى الآن في البطولة وحقق الفوز في سبع وتعادل في خمس وتلقى هزيمة واحدة أما المارد الأحمر فخاض نفس عدد المبارايات وحقق الفوز خلالها في تسع مواجهات وسقط في فخ التعادل أربع مرات ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن هي إذن معطيات مختلفة وهدف واحد لكل الفريقين وهو حصد النقاط الثلاث وتصدير الضغط على الغريم الأزلي لمحاولة توسيع أو تقليل فارق النقاط